السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتي لشيوات ام انصاف اليوم جيد غد نحضر معاكم واحد القروس اللي كيجيو سهلين بمكونات بساطة متناول جميع بساطين وبطريقة سهلة ومبسطة نخليكم مع المقادر وطريقة التحضير في نفس الوقت فهل المكونات ديل هاد القروس اللي غد نوجده عندنا نهاية كاس لاروب من سكر حبيبات عندي نصف كاس من الزيت عندي كذلك بيضة واحدة عندي ملعقة كبيرة من الزبدة وعندي كذلك ملعقة كبيرة من الخميرة ديل الخبز عندي قلل من الملح وعندي كذلك 500 جرام من الدقيق الابيض نوع جيد وعندي ماء دافئ باش غضي نعجنو هاد القريسات كيف ما كتلاحظو غضي نخلط ديك الزبدة مع الزيت والسكر كذلك حتى كلينو ديك الزبدة انا هنا يكونت ديرها في طلاجة داك شي باش راها قاصحة غدي نحاول انني نفكها بدك السكر ندلكها مزيان باش انها تطلق ما تبقاش قاصحة بهالطريقة هادي ثم هاد نخلطو باقي المكونات البيض مع الخميرة مع ادافة القليل من الماء باش ندوبو ديك الخميرة يمكن لكم البنات هنا يتعوضوا الماء بالحليب انا هنا يقول لكم غدي نعطيكم طريقة سهلة ومبسطة وما غديش تكلفكم بزاف يمكن لكم تعوضوا الماء بالحليب كذلك كيجوا رائعين بالحليب غدي تعوض ما غدي تعجنوهم بالماء غدي تعجنوهم بالحليب غدي تدفيوه كذلك وغدي تعجنو به بحال غدي تعجنوه بالماء غدي نكب اولا نخوي ديك 500 جرام من دقيق من الاحسن يكون دقيق نوع جيد ديال الحالويات غدي نكتافي بخمسمائة جرام ديال دقيق الابيض غدي نعجن هاد العجين وغدي ندلكها جيدا حتى كنحصله على واحد العجين لي كيكون لين وكيلتصغ في اليدين باش ينجحوا معانا هاد القرس كيف ما كتلاحظو غدي نبقى ندير الماء كإضافات كل مرة كنضيف وانا كنشوف العجين باش يتجمع باش يجيكم رطبة وانجحوا لكم هاد القريسات يجيكم رائعين واجاش سوفي غدي نغطي بواحد البلاستيك غذائي واحد المنديل وغدي نخليوها تختامر ساعة اللاروب تقريبا ونرجعو باش غدي نكمله بعد ما خمرات لي هنا يا ساعة اللاروب كيف ما كتلكم اولى 45 دقيقة غدي نجيب واحد صينية لي غدي ندخلها للفرن غدي ندهنها بالزيت هنا انا عندي الشوكولات قطعتو الى مربعات وغدي ندهن لي يدين ديولي بالزيت جيدا ثم غدي ندهن قطع في العاجين ناخد منه الحجم اللي بغينا انا استعملت على هاد القد هذا ما كبيراش بالزيف وما صغيراش راهم اللي كتدخلوه من الفرن كيتزاد الحجم ديالهم صفي كندير ذاك الشوكولات في الواسط وكنحاول انا نجمعها باليدين ديولي بهالطريقة هادي حتى كنحصلو على هاد الشاكل هادا ديال القرص وكنستفوهم في الصينية اللي غدي ندخلوها للفرن غدي نعود معاكم طريقة راه جيد سهلة ومبسطة غدي ناخد القليل من العاجين غدي نوضع في الواسطة دياله مربع من الشوكولات وغادي نقعدو بيد دياله بهالطريقة حتى كنحصل على كويرا او لا قرصة بهال الشكل هادا غدي نعود نفس طريقة حتى غدي نكمل العاجين اللي عندي كامل بنفس طريقة منين تكونو البنات تستفو هادا القريصات ديالكم او لو تحطوهم في الصينية اللي غدي تدخلو الفرن فحاولو انكم تبعدوهم على بعضياتهم شوية كيف ما ذكرت في الاول راه مني كتدخلوهم الفرن كيتزاد الحجم ديالهم فبعدوهم على بعضياتهم باش ميل تسقوش ليكم منيني طيبو سفي او كانكمل بنفس الطريقة كان قنا ناخد القليل من العاجين ونوضع في الواسط دياله مربع من الشوكولات ونقعدها نقعد لها الحجم ديالها او للشكل ديالها بهاد الشكل ونحطها في الصينية اللي غدي ندخلو الفرن كيف ما كتلاحظو بعد ما كملت استفديل القريصات اللي عندي هنا غدي ناخد البيض مع نصف ملعقة من النسكافي او للقهوة سريعة الدوابان والقليل من الخل يعني غير قطارات من الخل للخل للبنات باش يحضل لنا زفورية ديال البيض او لرائحات البيض من كلكم كذلك تضيفوا القليل من الحليب لهذا الخاليب وكنبدو كندهنو في القريصات ديالنا من الاحسن البنات متو ما تخليوهم حتى كي يخمرو ملي تقرسوهم تخليوهم يخمرو واحد نصف ساعة اخرى عد مني كتبهو طيبهم عدد دهنوهم بها الطريقة هذي دهنوهم جوش ديال مرات باش تجنبو انكم اه تلصق ليكم العاجين ملي تغطيوها انا هنا ايا دهنتهم مرة اللولا وخمرتهم عد باش غدي نعود ندخلهم اه ندهنهم المرات تانية وندخلهم من الفرن تومة غدي تديرو الطريقات تانية اللي قلت لكم غدي تملنت فوهم في اللاطة غدي تغطيوهم واحد البلاستيك غدائي وشي فوطة او لا شي منديل وتخليوهم يخمرو واحد نصف اخرى عد باش غدي تحيدو عليهم الغيطة وتدهنوهم ذاك البيض مع النس كافي ادهنوهم جوج المرات يعني اددلو لهم جوج مرات ادهنوهم عد باش غدي تكملو انا هنا كيف ما لحتو دهنتهم المرة اللولا وغطيتهم خليتهم حتى اختمرو واحد نصف ساعة عد باش عود دهنتهم المرة الثانية بات شكل هدا انا مرة لسقلي تانا لسقاتلي البلاستيكا على على القريسات ديالي وخما تخسرش لي الشكل ديالهم حاولت انني نخليهم مقادلين فهم الاحسن انكم تتبغيو ترميوهم يعني تبغو دخلهم الفرن عدا باش تدهنوهم ودهنوهم جوج ديال المرات صافي بعد ما غدهنت القريسات ديالي كامين بالبيض غدي نجيب القليل من الزنجلان وغدي مدر نوزعو على القريسات ديالي بها الطريقة كانوا رش غير الوجه ديالهم من الفوق يمكن لكم تستغنو على الزنجلان لي ما كيعجبو زنجلان تقدرو تديرو لوز افيلي حتى هو كيعطي واحد المنظر رائح او لا تديرو البافو اللي كيسميو بعد هاد الاخوات الخشخش حتى هو كيعطي واحد المنظر رائع لهذا القريسات وكيبقى على حساب الاختيار طبعا انا استعملت غير الزنجلان صراحة كتعجبني بالزنجلان وكن ديروهم يطيبو كانشعلو علي من العافية من التحت عاد كان هبطوهم يتحمرو مني كيطيبو لنا من التحت وهذا هو الشكل النهائي ديالهم كيجيو رائعين ورطبين وسهلين حتى في تحضير والوف المكونات كانتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وما تنسوش لدخلات القناة هي اولا